اشتركوا في القناة ابرز واهم العنوين تنظيم اجتماع المكرس لاطلاق نظام المعلومات المتكامل للمحافظات وتحديدا لمحافظة عرطاء الصيحة العالمية ترحب بتوزيع اللقاح ضد المالارية للدول الافريقية تلكم كانت مقدمة النشرة ولكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي اهلا بكم اقب انهاء ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام مناسك الحج وصلت الدفعة الثانية من الحجاج الجيبوتي الابالغ عددها 300 وصلت الى الاراضي الوطنية بعد ان تم مناسك الحج خلال الموسم الجارية وبعد ان من الله عليهم باداء الفريضة رجعت الدفعة الثانية من الحجاج الجيبوتي الى جيبوتي العاصمة والى مطار جيبوتي الدولي بعد اداء مناسك الحج والعمرة وايام قضوها في اقدس بقاء الارض يهدون الشعائر هذا وودع الحجاج الجيبوتيون بيت الله الحرام بمشاعر متباينة بين الفرح باسمام الفريضة والامل في القبول والغفران وبين الحزن على مفارقة ارض الحرم وبعد اتمام بعثة الحج الجيبوتي كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة الحجاج بامان الى البلد وكان في استقبال الحجاج لدى وصولهم الى مطار جيبوتي الدولي مسؤولون كبار من وزارة شؤون الاسلامية والاوقاف اضافة الى ذويهم وايضا اقربائهم واصدقائهم هذا واعرب الحجاج الجيبوتيون لدى وصولهم الى مطار جيبوتي الدولي عن شكرهم للجنة المنظمة للحجة التي شكلتها وزارة شؤون الاسلامية والاوقاف التي قالوا عنها إنها بذلت كل شيء في العمل لضمان آذائهم مناسك الحج في أفضل الظروف وعبر الحج عبد الرحمن أبيب عن شكر المتنان لوزارة الشؤون الإسلامي والوقاف لتقديم كل الخدمات لضيف الرحمن الجوتيين وحجدها كل طاقاتها البشرية والمادية من أجل القيام بأعمال الحج في أفضل الظروف كما قدموا شكر المتنان لكافة الجوتيين الذين استقبلوهم في المطار في إطار زيادة قادته إلى المملكة المغربية على رأس وفد برلوماني رفيع التقى رئيس الجمعية الوطنية سيد دليتا محمد دليتا يوم أمس الأربعاء في الرباط برئيس مجلس المستشارين المغربية سيد النعم ميارا وخلال هذا اللقاء شهد رئيس الجمعية الوطنية بالعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والتي شهد تطورا متواصلا خلال السنوات الأخيرة مشهرا إلا أن زيارته الحالية للمملكة المغربية تهدف بالأساس إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسستين التشريئيتين في البلدين الشقيقين والإطلاع على التجربة البارلومانية كما جدد رئيس الجمعية الوطنية التأكيد على موقف بلادنا الثابت والدعم لمغربية معاربا عن اتزام جمهورية الجوتي بالدفاع عن هذا الموقف إلى محافظة عرطة حيث أقيمت في محافظة عرطة مناسبة مكرسة لإطلاق الرسوي للنظام الشامل للمحافظات وأجلت هذه المناصبة بحضور وزير العمل أسيد عمر عبد السعيد وحاكم محافظة عرطة أسيد حسن دابل أحمد ونائب المنطقة والمدير العام للوكالة الوطنية للنظم المعلوماتية للدولة تمثل هذه المناصبة خطوة مهمة لدفع أجلة رؤية تحسين كفاءة وشفافية وجودة القدمات الإدارية في بلادنا وتحديد في منطقة عرطة حيث وقيمت المناصبة بحضور مدير الدريسات والتخطيط في الوكالة الوطنية لأنظمة معلومات الدولة وفريق المكلف بمشروع النظام المحافظات المتكامل المكون من مدير المشروع مسؤولي المحافظة وممثلي المجتمع المدني والفريق المكلف بتنفيذ المشروع وفي كلمته الافتتاحية عرب والي المنطقة عن امتنانه لكل من ساهم في تطوير وتأسيس النظام المتكامل للمحافظات واختتمت الفعالية بتقديم أشهادات الموظفين محافظات عرطة الذين استفادوا من الدولات التدريبية على نظام المحافظات المتكاملة التي نظمتها وكرت نظم معلومات الدولة منذ مايو الماضي في العاصمة وفي المناطق الداخلية وشدد على أهمية وفي كلمة له أعرب والي المحافظة عرطة عن إرسعه لتنظيم هذه الورشة في محافظة عرطة وشدد على أهمية هذه المبادلة لتحسين كفاءة وشفافية وجودة خدمات إذارة المحافظة المقدمة للمواطنين ولان نطابع كلمة وزير العمل سيد عمر عبد السعيد التي القها خلال هذه المناصرة نطابع يأتي هذا المشروع لتأكيد رغبة الحكومة الجبوتية بشأن عادة إصلاح الإدارة ولا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا وتعزيز القدرات والكفاءات هذا المشروع الهام يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل لتسريع وتيرة تحديث الخدمات العامة وبناء إدارة عصرية تضع في اهتمامها تطلعات مواطنين وكما هو معلوم فإن التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تحقيق هذا المسعى وتجسيد الالتزام الحكومي السيدات والسادة إننا اليوم نحتفل بإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تحديث الخدمات العامة لدى محافظة عرتها على غرار الولايات الأخرى وإن هذا المشروع يعمل على تذليل الصعوبات ومواجهة التحديات من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية ويعكس رغبة رئيس الجمهورية الذي وجه بتغريب الإدارة لمستخدميها بما في ذلك الأقاليم الداخلية التي تستفيد من رغمنات العروض الإدارية رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم يستقبل صفير التركي المعتمد لدى بلادنا استقبل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المصلحة الوطنية الفريق الركن زكريا شيخ إبراهيم في مكتبه في القيادة العامة اليوم الخميس الصفير التركي المعتمد لدى بلادنا عزيز جنك أوراز وبرفقة أقرب معاونه وتمحورت محادثات الجانبين في هذا اللقاح إلى العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وصبر تعزيزها وتطويرها إلى عفاق أرحب أوصع ولاصيما في مجال الدفاع وأكد الفريق الركن زكريا شاخ إبراهيم حرص بلادنا على تعزيز التعاون مع تركيا والاستفادة من خبراتها بدوره أكد الصفير التركي استعداده للعمل على الدفع بتطوير التعاون القائم بين البلدين وتبادل الخبرات مع جمهورية الجيوتي في هذا المجال وجر اللقاء بحضور العديد من الشخصيات العسكرية البارزة من الجانب الجيوتي وكذلك من الصفارات التركية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر افتتاحوا منتدى فعاليات منتدى الدبلوماسية العامة الجيبوتية الإثيوبيا انعقدت يوم أمس الأربعاء فعاليات منتدى الدبلوماسية العامة الجيبوتية الإثيوبيا في فندق سكايلايت في العاصمة الإثيوبيا أديس أبابا وشهدت فعاليات انطلاق المنتدى حضور وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبيا صفيرة بورتوكان أيانو وصفير جيوتي في أدس أبابا سيد عبد المحمود حيبي وأمين عام وزارة الداخلية سيد سيراج عمر عبد القادر بالإضافة إلى الممثلين من ملظمة الإيقاد ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الشعبية العامقة الجذول والمستندة على العلاقات الثقافية والتاريخية بين الجيوتي وإثيوبيا وأشارها من عام وزارة الداخلية في كلمة إقلال المنتدى إلى أن الجيوتي وإثيوبيا تجمعهما علاقات ثنائية وشراكة قوية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الروابط الاجتماعية والتجارية وجدير من ذلك أن وفد الجيوتي وصل مطر هذا الأسبوع إلى إثيوبيا في رحلة عبر القطار السريع الذي يربط بين الجيوتي وإثيوبيا لتعزيز العلاقات الشعبية بين البلدين كما أشارك في هذا المنتدى شخصية رفعة المستوى لكل البلدين الجارتين الجيوتي وإثيوبيا كما تم خلال هذه المناصبة طرح الأسئلة المتعلقة بسبل الكفيلة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري بين جيوتي وإثيوبيا صورة تذكارية لجميع المشاركين في هذا المنتدى حول الدبلوماسية العامة الجيوتيات الإثيوبيا وفي كلمة وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبيا أشهدت بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين نطابع مع زميل فيصل يعزز العلاقات المتعددة المجالات بين البلدين وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة وكذلك الاجتماعية وغيرها إن هذا المنتدى يعكس رؤية إيقاد لعام 2050 وكما تعلمون فإن الطور الأول لرؤية إيقاد لعام 2050 يولي الأولوية للتحول الإقليمي من خلال التجارة والاقتصاد الأخضر والأزرق وكذلك الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وهذا سيساعدنا في تنفيذ الاتفاقية التي وقع عليها البلدان في عام 2012 حول تعاون على السيطرة الحدودية ومكافحة الهجرة غير شرعية والتنقل السيدات والسادة في الختام أود أن أؤكد أن إثيوبيا تولي اهتماما خاصا لتعزيز العلاقات المتينة التي تربط بين بلدينا من جانبه أوضح مدير الشؤون العامة والديبلوماسية سيد عبدو ياسين أشار إلى الآثار الإيجابية التي تنتج من العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين نتابع إن تبادل الخبرات والثقافات بين الشعوب له آثار إيجابية عابرة للحدود إثيوبيا كونها عضو مهم في التعاون بين البلدان المجاورة وكذلك في الإيجاد تؤكد أنها مصممة في تعزيز العلاقات وفي كل المجالات أعتقد أننا دخلنا في عالم عميق عندما استمعنا للفنان المشهور أبي يزيد عندما كان يغني كالفنان المشهور الراحل علي بر باللغة الأورومية كما في المقولة الشهيرة نقوم إذا اتحدنا ونسقط إذا انقسمنا تحية العلاقات بين جبوتي وإثيوبيا بمناسبة الذكر السادسة والأربعين لاستقلال بلادنا نظم الدكتور مهدي فارح يوراهم كبير الأطباء في مستوصف دكتور قليد حسين قليد في حي كيلو 12 بالشراكة مع بلدية بلبلة وجمعية الحياة والمجتمع المدني يوما للتنظيف ومكافحة الحشرات وزرع الأشجار شهد هذا اليوم مشاركة مكثفة من قبل كافة شراعه المجتمع القاطن في حي كيلو 12 وأقيمت هذه العملية التنظيفية بمبادرة من رئيسها طباء عيادة حيابلية طبية وموظفها حيث استمرت عنشطة التنظيف عدة أيام واجتمرت العنشطة التي تم القيام بها التنظيف الشامل للعيادة وتدمير مواقع التكاثر وزرع الأشجار في المستوصف وتأتي هذه العنشطة في إطار الاحتفالات الجارية بذكرها السادسة والأربعين لوطن المجيد وفي إطار تنشيط العيادات وذلك وفقا لتوجهات رئيس الجمهورية سيسمع المرقلي ووزير صحة دكتور أحمد رابل عبد الله الرامي إلى تحسين وتعزيز صحة المجتمع وشكر رئيس الأطباء جميع الفاعلين الذين شاركوا بنشاط بما في ذلك طاقم العيادة وكبار المنطقة ووكالة لجنة صحة المجتمع أقامت جمعية تيك النسائية في جيوتي اليوم حفلة وزيع الشهادات للمستفيدين من دورة تدريبية في مجال التكنولوجيا وذلك في مركز السلامة ومكنات هذه المبادلة التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة المائي سبعة وستسعين فتاة من تلقي دورة تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير مشاريع مهمة في مجال تكنولوجيا المدنية وشهد هذا التدريب إنشاء ثمانية عشر مشروعا لحول التكنولوجيا المدنية وتميز الحفلة وقيمة صباح اليوم بتقديم خمسة مشاريع مختارة وهي من بينها شباب من أجل الإنترنت وتوضع هذه المشاريع التي طورها المشاركون في برنامج توضح التزام وإبداع وابتكار الشابات في جيبوتي في مجال التكنولوجيا المدنية بالإضافة إلى تقديم أشهادات وشكل الحفل أيضا فرصة للجميع النسائية لتقديم التقرير حول المنصة الجديدة التي أنشأت أبرى الإنترنت حول الجميع وهي أداة إضافية لتعزيز المشاركة لدى البنط وفي كلمة لممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية في جيبوتي أشاهدت بالجهود التي تم بذلها لإنجاح هذا التأهيل وكذلك تدريب ولسيما من قوى لرئيسة الجهة المنظمة سيدة رقية هذا المشروع تركز حول مجالات إداء كالتكنولوجيا والمنتاج وإدارة الأدوات والوسائل الرقمية والإعلام وغيرها وإننا أعتقد أن هذا المشروع من شأنه أن يعزز قدورات وكفاءة المتدربين من الفتيات وإنني أحلم أن أرى العام القادم وقد تحقق هذه المشروعات على عرض الواقع وكذلك تحويل المبادلات إلى عنشدة عملية وإننا بدورنا سنقدم الدعم اللازم لإنجاح هذا النوع من البرامج والأنشطة ونحن سعداء وفخورون بهذا العمل الرائع الذي تم إنجازه وفي كلمة لرئيس جمعية التيك النسائية في هذه المناصبة قالت إننا نقدم مجانا التدريبات بهذه التعزيز قدرات المتدربين وأيضا من أجل تمكينهم من الوصول إلى مرحلة اكتفاء ذاتي فيما يختص باستقدام تكنولوجيا الجديدة للمعلومات ومنذ إنشاء هذه الجمعية قمنا بتأهيل 900 شابة ونظم في عضوية المؤسسة عشرة أعضاء وتجمل عنشطتنا التدريبية والتوعاوية وويرش العمل والمناقشات التي تعقد مع الخبراء وإحياء المناسبات العالمية من قبيل اليوم العالمي للمرأة والتكنولوجيا وإننا منفتحون على كافة الفتيات وشابات من 15 عاما وما فوقها وإن الدولة التدريبية التي نشارك فيها تم تصويمها من أجل تأهيل الفتيات وسيدات في مجال رقمنا وأيضا تمكين المشاركات من الإنخراط في عالم رقمنا والالتزام والمشاركة المدنية وعلى مدى ثمانية أشهر واستفادت المشاركات من الموضوعات المختلفة التي يتمحور حولها التدريب من قبل المواطنة والقيادة والاتصالات الرقمي وغيرها في ختام هذه الكلمة أو في ختام هذه الكلمة تقدم بالإشارة للمشاركات اللواطئة حرن الانتزام والانضباط فضلا عن الداعي في المشاريع المختلفة لكل متدربة عقب تحقيقات المتواصلة تمكن محاققون من قسم البحث والتوثيق من إلقاء القبض على ثلاثة متوردين باستغلال الشبكات الاجتماعية لإساءة معاملة الفتيات الصغيرات وخاصة للقاصرات وكان قد تم الدعوة وكان قد تم تقديم الشكوى لدى المحققين على إثر شخص خطير يستغلو ضعف الأطفال والفتيات بسبب سنهم لتقديم مقاطع فيديو وصول له طواعية قبل إجبارهم على القدوم لرؤيتهم بعد القائل القبض على جهاز أدى استغلال الوسائد الرقمية لمشتبه به الأول إلى اكتشاف الثنين من الجنات الآخرين الذين يتسافون في عصابة منظمة في المجموع تم الاكتشاف على سبعة من الضحايا هذه الإصابة من بينه بثنتان من القاصرات تبلغ عمرهن 16 عاما هذا هو أقر جميع المرتكبين هذه الأفعال الإجرامية بالأفعال التي تهم بارتكابها وحيازة مقاطع فيديو للأطفال وانتهاك الخصوصية والابتزاز في نهاية الحقيقة فيمثل المتهمون أمام العدالة لاتقاد الإجراءات القانونية بالضهمة وفي مقابلة أجلتها معه التليزون الوطني عشارة الملازم محمد إبراهيم حسن قائد مفرزة التحديد الجنائي عشارة إلى أنه تم تقديم شك والد المحققين على إثر شخص خطير يصغل ضعف الأطفال القاصرات بسبب سنهم لتقديم مقاطع فيديو له طواعية قبل إجبارهم على القدوم لرؤيته وأشار إلى أنه تم القبض واكتشاف اثنين من الجنات الذين كانوا يتصرفون من انطلاقا من عصابة عصابة منظمة وقال في المجموع تم الاكتشاف على سبعة من ضحايا للعصابة وأقر جميع مرتكب هذه الأفعال التي تهم بارتكابها وأنهم عندهم مقاطع فيديو للأطفال وانتهاك الخصوصية لديهم إلى محافظة دخل قامت بعثة التقييم التابعة لبدائرة السلام والأمن في منظمة الإيقاد بقياة سيد عقوب برفقة يوسف عمر عضو منظمة ألفو بزيارة إلى محافظة دخل بقية تقييم المشاريع التي تم تنفيذها في هذه المناسبة هذا وكان في استقبال هذه البعثة والي المحافظة محافظة دخل سيد حسن عبد الربلي وكذلك كوادي الرفاعة المستوى من محافظة دخل هذا وتلقى تلقت البعثة تبعثة استقييم معلومات مفصلة حول المشاريع التي تم تنفيذها من قبل منظمة الفعو وعنشدة مديرة للدخل من قبل محافظة دخل كما تابعوا أيضا عرضا موجزا حول الإنجازات التي تحققت والتي تمويلها محافظة أبوغ عبر بيثة التقييم التابعة لدائرة سلامة في إطار الاحتفالات بالذكر السيدسة والعربعين لإستقلال بلادنا نظمت في مدينة بوراما بأرض الصومال حفل المكرس للاحتفال بهذه الذكرى وشارك في هذه المناسبة العديد من العائلات الجوبوتي التي تقضي العطلة الصيفية في هذه المدينة وجمع الاحتفال بذكر السيدسة والعربعين للسلطات المحلية في هذه المنطقة كما تخلت أغاني متنوعة مطابعي موسيقى 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 وقدمت سلطات المحلية في مدينة بوراما تهانيم الحارة لفخامة رئيس الجمهورية سيد سمعي المرقلة وعقلة سيدة الجمهور رئيسة الاتحاد الوطني سيدة جوتي السيدة خضراء أم حمود حيد وكافة الشعب الجوتي بمناصة الاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لاستقلال الوطن المجد في إطالة الألعاب الصيفية التقليدية نظمت في قرية الداي العديد من الألعاب التقليدية والكلاسيكية مثل الكرة القدم والجري وأنواع أخرى من الرياضات إلى صاحة الدولية أعلنت منظمة صحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف اللقاحات والتحصين اليوم الأربعاء أن نحو 18 مليون جرعة من أول اللقاح المضاد للملاريا سوف تصلم إلى 12 دولة إفريقية حتى عام 2025 وقال المدير العام لمنظمة السحة العالمية تترى سادهانهم في مؤتمر السحفين للملاريا تبقى أحد أكثر أمراض فتكا في إفريقيا التفتكون حوى نسو يوليون طفل دون سن الخامسة في كل أم يذكرون أن في عام 2021 سجلت 96% من الوفيات العالمية بالملاريا في إفريقيا إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرطنا للخبارية نشكركم على حصر الإصغاء والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة